بين ليلة وضحاها تبددت أحلام أسيا في الالتحاق بالجامعة وتحت نيران القصف تقلب دفاترها المدرسية على أمل العودة يوما إلى قاعة الدرس بعد أن تضع الحرب أوزارها بسبب الحرب أي حاجة خربت والأزمة والصحبات دائما بيحكوا عن المشاكل وبحاول أنه أقرأ أي شيء لكن كل شيء في الراسي بنسأ في اليوم كان المفروض إحنا نمتحن فيه دي حاجة أسرت عليه في قلبي دي حاجة زعالتني وكان كل شيء غافل فيه الشيء يقول أولياء أمور الطلاب إن الأثر النفسية للحرب لا يقتصر على الطلاب فحسب بل امتد إلى أسرهم الذين يتخوفون من ضياع مستقبل أبنائهم أنا والله فعلا متأثر جدا لبيتي لأنه فعلا كانت طموح عالي وكانت متمني أنه كانوا فعض الله قريب ثلاثة شهور عشان تمتحن للجامعة وعند طموح كبير جدا جدا أنها تكون في المجال بطاعة الطيران وللأسف الحرب دي ألغط لها كل الطموحات وزميلاتها أما العاملون في قطاع التعليم فوضعهم ليس أفضل من العام الدراسي فقد تعثرت عملية صرف رواتبهم التي تفاقمت لا سيما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وينشد معلمون الدولة بالتدخل العاجل لإنقاذ العملية التعليمية في البلاد الطلبة التي لدينا في المدارس هذه وصلوا مرحلة كأنهم فشلوا في أنهم يقدروا يمتحن للشهادة السودانية فأتمنى أن الدولة تساعد الطالب والمعلم في ترتيب الانتحانات وتنظيم خاري نطاق الحروبات وتشير تقارير رسمية لوزارة التربية والتعليم إلى أن أعمال التخريب طالت كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعددا من الولايات الأخرى وتأثرت أكثر من مئة مؤسسة تعليمية كليا وجزئيا جراء الاقتتال المتواصل منذ منتصف أبريل الماضي مصير مجهول يواجهه آلاف طلاب في السودان فالحرب ألقت بمستقبلهم الدراسي في مهب الريح ونيرانها دمرت البنية التحتية للتعليم التي كانت تعاني أصلا من أزمات معقدة تهاني إبراهيم الحرة بورت سودان